موسيقى 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 هي موسيقى 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 اللي كان الموضوع ديالها هو المدينة العثيقة طرات وتقافة والعديد من الأسلسيدات تدخلوا في مواضيع مختلفة وكان هناك تجاوب كبير من طرف الطلبة والحاضرين ككل ونحن بصراحة نؤمن بأن نوع من المبادرة من هذا الشكل هي مهمة ويمكن تكون دائما باستمرار سواء كانت هناك في رحاب الكلية أو في المدارس الابتدائية أو التنوية أو حتى في الفضاء العمومي لأن مسألة الطرات هي ليست فقط مسألة الماضية بل هي كذلك الحاضر والمستقبل وشكرا أستاذ مصطفى بن فهداء باحث في تاريخ مدينة مكناس فكلي الشرف اليوم لمشاركة في هذا اليوم الدراسي لتعقد بكلية الأدب والعلم الإنسانية بمكناس لتحت موضوع المدينة العثيقة تاريخ وطرات المداخل انتعي صبت حول تاريخ مدينة مكناس حيث قمت بالتعريف بأولا أصل تسمية منتع المدينة ثم مختلف المراحل التي قطعت هذه المدينة في تاريخها منذ قدوم عناصر من قبيلة مكناسة في الناس الثاني من القرى العاشر حتى مرورا بفضلات المرابطين والمحيدين والمارينين والتاصيين والسعديين ثم فضلت حكم المولاء إسماعيل التي صبحت فيها مدينة مكناس عاصمة للمملكة ثم احتلت دخول الاستعمار في القرن العشرين ثم عرفت بأهم المعالم التاريخية لميزة كل مرحلة من هذه المراحل مرورا بالأصوار والأبواب والمدارس المرينية ثم خصصا المدينة الملكية في عادي السلطة الملإسماعيل التي كانت مدينة الأبواب والأصوار بامتياز يأتي على رأسها باب منصول العلاج الذي أصبح مشهورا عالميا أستاذ محمد حاتمي أستاذ تعليم العالي بكلية الأدب سيس فاس مدخلتي كانت حول بعض الخصوصيات التي تجعل اليهود دول أصول مكناسية يفتخرون بأصولهم وبأنسابهم وبعاداتهم وبتقالدتهم وبانتمائهم إلى جماعة ظلت على مر التاريخ متماسكة ولها من الآليات ما جعلها تقريبا متماسكة ومنسجمة لأنها وفرت لنفسها مدارس وربيين وأعلام ونخب قادرة على احتضان التوتر وتصريف العلاقات مع الآلبية ومع المخزن ومع السلطات الفرنسية أيام الحماية سلام عليكم اسمي الإيمال وردي وأنا طالبة بكلية الأدب والعلوم الإنسانية بمدينة مكناس اليوم كانت عندنا واحدة المحاضرة التي كانت على المدينة القديمة في مكناس في هذه المحاضرة كانوا مجموعة من الأساتذة التي شاركوا معنا آراء ديالهم على المدينة القديمة وأيضا على الملاح والأصل ديال كلمة الملاح والأصل ديال بعض الكلمات اللي جايين من ثقافة اليهودية حالة نعدي لهذه المحاضرة هادو كيعاونوا بزاف صراحة ويعاونوني أنا شخصيا كطالبة يعني بما أني كان حضر محاضرات كان نوعي داتي أولا تنوعي الأفكار ديالي وتنزيل نمي الدات ديالي الشخصية والمهنية أيضا كطالبة كان نحط جميع الطلاب على أنهم يحضروا بحال هذه المحاضرة هادو وعليش الله ما يكونش واحد الاستفادة جماعيا إن شاء الله شكرا على المشاهدة إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك اشتركوا في القناة